كان حلم جميل كان حلم عظيم لكل جماهير أرسنل في العالم كله في مصر والشرق الأوسط وفي أوروبا وفي إنجلترا في كل حتة المفاجأة الكبيرة أن أرسنل ينافس هذا العام على لقب الدور الإنجليزي المفاجأة الجميلة أن أرسنل بإمكانيات ربما أقل من فرقتين أو ثلاثة في الدور الإنجليزي على الأقل كان ينافس على لقب الدور الإنجليزي الأصعب على جمهور أرسنل أن أرسنل في وقت من الأوقات أثناء السباق على هذا اللقب كان فارق بعدد كبير من النقاط وكان وارد جدا أنه يفوز بلقب الدور الإنجليزي لو سألت مشجيع أرسنل حول العالم قبل بداية الموسم هل تتوقع أن أرسنل يفوز بالدوري هذا الموسم هيقول لك مستحيل صعب جدا ما ينفعش لكن اللي عمله أرسنل الموسم ده كان استثنائي بكل المقاييس وبإيده فرط فرط في لقب الدوري الإنجليزي بصراحة أرتدت عمل أداء رائع جدا مع الفريق عدد كبير من اللعبين تقلقوا هذا الموسم مارتينيلي وأديجارد وزيتشينكو وساكا وجيسوس وإنني طبعا قبل ما يصاب معظم اللعبين عملوا أداء جيد جدا هذا الموسم ولكن جنب الآخر خلاص سيتي من ثلاث مباريات قادمة محتاج فقط سلاس نقاط هيخدهم 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 وهيخدهم من مباراة شلس اللي جاءت شلس في أسوأ أحواله على الإطلاق هيخدهم من مباراة على ملعب الاتحاد ملعب سيتي وكأن القادر كمان خلى منشيستر سيتي يحتفل باللقب الدوري على ملعبه قدام شلس المباراة القادمة هيفوز بالدوري قطعا هيفوز بالدوري نهارده جماهير أرسنالو هي تنسحب من المدرجات بعد الهدف التاني لبرايترو ثم الهدف التالت مشهد حزين جدا مشهد صعب جدا بس ده من جانب من جانب تاني وده الأهم منافسة حلوة جماعة ناس بتشتغل وناس بتتعب وناس بتبدع وناس بتنافس منافسة حلوة الدولة الإنجليزية حالة عظيمة جدا حالة خاصة بصراحة في العالم كله مش بس في أوروبا في العالم كله حالة خاصة جدا والستي طبعا أراقي يعني أحد الأصدقاء النهاردة كان بيقول لك أنه يعني السيتي خدت دوري السنة اللي فاتت ومعهوش هالند بس سنة دي معها هالند هياخدو هياخدو كده كده الدوري بتاعه كده كده الدوري بتاعه ترجمة نانسي قنقر